خليها تنظف حملة جديدة لمقاطعة محمد رمضان محمد رمضان يحذف باست اعلان مشاركته في حافل مباراة السوبر المصري اعرف القصة الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان الفنان مبردش علي والتمس النظر في العقوبة مجد الجلاد يكتب ارحموا محمد رمضان شاهد الطيار الموقوف مع الهضبة عمرو دياب في مبر احدى الطائرات السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في قناتكم كورا شراب لطفا قبل ان نبدأ ف لا تنسوا ان تدعمونا بلايك اسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو الى تسعة الاف لايك لو متعاطف مع الطيار اشرف ابل يسر ما تنساش تضغط لايك اسفل الفيديو فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع الواقعة ولا تنسوا ان تضغطوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد اولا باول هاني شاكر المصنفات الفنية شغلتها تبلغ الاداب عن محمد رمضان قال هاني شاكر نقيب الموسيقيين انه جعل الفنان محمد رمضان يكتب اقرارا على نفسه يلتزم بالقواعد العامة والملابس العامة رغم انها ليست مسئولية النقابة ثم ظهر رمضان على المسرح عاريان واضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج على مسئوليتي المذاعب رفضائية صدى البلد مع الاعلامي احمد موسى مش شغلتي انه يكتب عندي تعهد بشغلة المصنفات الفنية تبلغ عنه الاداب لكن تطوعا مني وحرصا عليه على الفن خليته يمضي تعهد لكنه طلع لابس شيفون وطالع عاريان بالنسبة له ده النجاح وتابع محمد رمضان مش عامل حساب للنقابة خالص من اخر حفلة مدتوش تصريح تاني اما كليبات المنوط بها المصنفات الفنية لما بغني في حفلة بياخد تصريح من النقابة كما اضاف رمضان اخذ من النقابة تصريحا واحدا للحفل وسيتم عادة النظر في هذه الحالة وطالب شاكل الاعلاميين بعدم تصدير هؤلاء المطربين كنمادج ناجحة معاقبا كفاية عليهم كده ظهور في الاعلام اليوتيوب مش مقياس نجاح الطيار الموقوف اشرف ابو اليسر الناس اخذت حقي نفسيا من محمد رمضان قال الطيار الموقوف اشرف ابو اليسر انه حاول الاتصال بالفنان محمد رمضان لكنه لم ينجح في الوصول اليه ولم يجد ردة فعل منه مشيرا الى ان محمد رمضان كان واجبا عليه المبادرة بالاتصال واضاف خلال اللقاههم على الاعلامي احمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صلى البلد ان الفنان محمد رمضان اكد في احد البرامج التلفزيونية انه سيلبي كل ما يطلبها الطيار اشرف ابو اليسر ولكنه لم ينفذ كلابه وتابع انه لم يطلب او احد من طرفه مليما واحدا من محمد رمضان مردفا الناس اخذت حق نفسيا من خلال الحملات التي تم شنها على محمد رمضان وتسبب الفنان محمد رمضان في اقاف الطيار اشرف ابو اليسر مدى الحياة من ممارسة مهنة الطيران بسبب نشر رمضان فيديو يزعم فيها انه يقود طائرة خاصة وهو ما يخالف قانون الطيران المدني وسبق وصرح الطيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني المصري بان قرار الغاء رخصة الطيار صاحب وقعة مقطع الفيديو المصور لاحد الفنانين المشهورين داخل قمرة قيادة احدى الطائرات التابعة لشرك الطيران المصرية وهو قرار نهائي من منطلق التزام وزارة الطيران المدني والشركات والهيئات التابعة لها بالتشريعات والقوانين المنظمة لصناعة النقل الجوي والتي تضع اجراءات السلام الجوية في مقدمة اولوياتها ضيع تاريخي بفيديو ممسوح جزء منه الطيار الموقوف معلقا على ازمته مع محمد رمضان قال الطيار الموقوف اشرف ابو اليسر بدأت مارس عملي في الطيران المدني منذ عام الفيند وقمت برحلات جوية كثيرة مع رؤساء دول ومشاهير خلال فترة عملي مضيفا من سوء حظي ان مساعدي راح الحمام والسماح للفنان محمد رمضان بان يجلس في مقعد مساعد الطيار خطأ كبير لكنه كان مبيتا نية انه داخل يصور فيديو واضاف ابو اليسر خلال حوار مع برنامج على مسئوليتي على فضائية صدى البلد اليوم السبت الفنان محمد رمضان مسح لقطة من نص الفيديو اللي نشره ان استاذني ياخد لقطة تذكار لابنه وانا قلت له اتصور وانا كمان هتصور معك وقلت له اذا كنت انت نمبر وان برا فانا نمبر وان هنا في الطيارة وتابع الطيار الموقوف وعشان بخاطب شخص زي محمد رمضان قلت له الجملة بلغت اني نمبر وان في الطيارة وجملت انا الحكومة اللي اتقالت في الفيديو كانت عشان يفهمني بطريقته موضحا ابرئ مساعدي من ازمة محمد رمضان لانه غير مسئول عن الواقعة محمد رمضان يعلن الطيار الموقوف طالبني بتعويض تسعة ونصف مليون جنيه دا يرضيكم اعلن الفنان محمد رمضان عن مفاجأة بخصوص تسببه في ايقاف الطيار اشرف ابو اليسر مدى الحياة عن الطائرة بسبب وقعت التصوير داخل كابينة الطائرة قائلا الكابتن اشرف ارسل المحامي الخاص به وجلس مع المحاسب الخاص به وقدم له حسبة خاصة به تجمل انه باقي له ثلاثة سنوات للخروج على المعاش وبعض المستحقات الاخرى والمبلغ النهائي الذي يريده هو تسعة ونصف مليون جنيه كتعويض وتابع رمضان في حسابه على فيسبوك موجها رسالة للجمهور مساء الثلاثاء انا سيب الحكم للي بعلقه واللي بقوله رمضان اتخلى عن الراجل لو شايفين ان اللي طلبه دا يرضي ربنا انا هعمله مفيش اي مشاكل واشر رمضان الى انه تحدث مع رئيس شركة طيران خاصة تربطه علاقة صداقة قديمة به من اجل عادة الطيار اشرف ابو اليسر للعمل مرة اخرى وطالبه برسالة سيرة ذاتية الخاصة به ولكن الطيار اشرف رفض لان رخصته مسحوبة وتابع انا لم اترك الرجل وقدمت كل الحلول اللي اقدر عليه وقال الطيار اشرف ابو اليسر صاحب وقاعة طائرة الفنان محمد رمضان انه لم يطلب اي اموال من محمد رمضان او غيره قائلا تاريخي ووضعي انتهى بفصلي من الشغل بسبب محمد رمضان ولم اطلب اي اموال منه لافتا ان الطائرة الخاصة لم يكن بها حاجب بينما كان الطيار والراكبين مؤكدا ان محمد رمضان دخل عليه اثناء تواجد مساعد الطيار في الحمام وطلب منه اخذ صورة معه ولكن محمد رمضان نشر الصورة دون علمه او موافقته في فيديو او اغنية رسميا محمد صلاح لاعب شهر يناير توج النجم المصري محمد صلاح بجائزة افضل لاعب في فريق ليفربول عن شهر يناير الماضي بعد المستويات الرائعة التي قدمها الفراعون المصري خلال مواجهات الشهر الماضي تألق محمد صلاح خلال مواجهات شهر يناير مع ليفربول في جميع المصابقات من خلال تسجيله ثلاثة اهداف وصنع مثلهم وسجل الفراعون المصري اهدافه الثلاثة في مواجهات شهر يناير في مرمى منشستر يونانتد واشيلف يونانتد واخيرا وستهام ويمتلك محمد صلاح هذا الموسم 14 هدفا في منافسات البريمنليغ خلف جيمي فاردي مهاجم الستر سيتي صاحب الصدارة برصيدي 17 هدفا ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدور الانجليزي هذا الموسم برصيدي 73 نقطة وتفوقا بفريق 22 نقطة عن اقرب ملاحقه فريق منشستر سيتي الثاني برصيدي 51 نقطة والان عزي المشاهدين اعتقدوا اننا وصلنا الى نهاية الحلقة ولكن قبل ان ننهي حديثي ساطرح عليكم سؤال واتمنى منكم المشاركة بيارايكم في التعليقات هل يرحل محمد صلاح الليفربول في الفترة القديمة وينتقل الى الدور الاسباني لا تنسوا ان تشاركوا بيارايكم في التعليقات ولا تنسوا ان تضغطوا لايك اسفل الفيديو من اجل دعمنا وفي النهاية اتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد اولا باول وقبل ان ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي اشتركوا في القناة